بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الرابع والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نستكمل الآيات أو الكلام على الآيات من قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء وقد تكلمنا على الآية الأولى فننتقل للآية التي بعدها إن تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى ما يصدر من عباده من أفعال الخير من باب حثهم عليها والاستزادة منها وأنه سبحانه لا يضيعها بل يحفظها ويضاعفها ويجازيهم عليها الجزاء الأوفى إن تبدو خيراً يعني تظهروه للناس تظهروه للناس ويرى من الكلام الطيب والصدقات والإحسان إلى الناس أو تخفوه فيما بينكم وبين الله بحيث لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى والإظهار والإخفاء حسب المصلحة فإن كان المصلحة في الإظهار أظهره لأجل أن يقتدي به الناس وما أمر الله به أن يظهر من العبادات يظهر وإن كان الأصلح في الإخفاء فإنه يخفيه لا سيما إذا خاف على نفسه من الرياء وهذا أدعى للإخلاص قال تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء لما ذكر في الآية السابقة أنه لا يجوز الجهر بالسوء إلا لمن ظلم فإنه يجهر بالشكاية لمن ظلمه وكذلك يقتص منه بالكلام السيء بقدر مظلمته وفي هذه الآية يرقب الله في العفو أو تعفو عن سوء والعفو معناه في الأصل التغطية يقال عفت الرياح أثار الديار إذا غطتها وعفت الرياح الأثر إذا أذهبته والمراد به هنا مسامحة المسيء مسامحة المسيء عن إساءته تقربا إلى الله جل وعلا فالله وإن أباح القصاص فإنه يراغب في العفو فإذا عفوت عم من ظلمك عوضك الله خيرا مما مما أصابك أو خيرا مما تحصل عليه من الانتقام والتشفي والله سبحانه وتعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم كل هذا ترغيب في العفو والله جعل من جملة الأعمال التي تؤهل المسلم لدخول الجنة العافين عن الناس والعافين عن الناس فالله جل وعلا رغب في العفو عن الناس لأن العفو يجلب المودة بين الناس ويجعل المعفو عنه كأنه ولي حميم بدل أن كان عدوا فإنه مع العفو عنه يتحول إلى صديق حميم مشفق قال المتنبي وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد فالعفو عند المقدرة من أفضل الأعمال ولهذا قال سبحانه وكان الله عفوا قديرا فالله قادر جل وعلا على أن ينتقم ممن عصاه لكنه يحلم جل وعلا ويعفو عنه ولا يعاجله بالعقوبة ويغفر له ويغفر له ذنوبه مع أنه قادر سبحانه على أن يعاجله بالعقوبة فينبغي للمسلم أن يتأمل هذه الصفة الكريمة من صفات الله عز وجل وأن يعمل بها فيعفو مع القدرة عما ظلم وفي الحديث وما عفى رجل عما ظلم إلا زاده الله بها عزة فإن الله كان عفوا قديرا أما الذي يعفو لأنه لأنه لا يقدر على الانتقام ممن أساء إليه أو اعتدى عليه فهذا لا يعتبر عفوا إنما العفو عند المقدرة وكان الله عفوا قديرا فهذا فيه حث العباد على أن يعفو عما ظلمهم فإن الله كان عفوا قديرا ثم قال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الأصل أن هذا من صفات اليهود والنصارى فإنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم فالله جل وعلا حذرنا أن نخطوى مثل خطوات اليهود في أنهم يتبعون أهواءهم ويتعصبون لأنفسهم وقبيلهم فلا يؤمنون إلا بمن يهوون من الرسل ويكفرون بما وراء ذلك وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه فهذه في الأصل صفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ونؤجل بقية الكلام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر